اشتركوا في القناة اثنين ستي اربعة القمر ما زال موجود بالعدراء لليوم الاخير رح يكون موجود في منزلة السماك الاعزل وهي جيدة للصلح والدواء والضرر والتصليح وبما ان القمر رح يكون موجود بالعدراء معناته بالفترة هاي جميعنا منعود لطبيعتنا الجادة ومننتبه اكثر لصحتنا بممارس التمرير الرياضية او البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردي او شاردي دون تفحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بلعب دور هام منشعر انه الناس شحيحون في عطاؤهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد انفسنا او نتفقد انفسنا ونتوهم امراض لا وجود لها هاي افضل فترة لتخلص من عداد سيئة كالتدخين وشرب الكحول بوسعنا اقتناع حيوان اليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة او عمل جديد اما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل خلال هذا النهار اول زاوية رح تكون ساعة اربعة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هي زاوية التقابل سلبي رح تكون بين القمر ونبتون بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تريها هي زاوية التقابل سلبي برضو بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة تسعة وتمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طباع اما الزاوية التي تريها هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة وحد واربع عشر دقيقة عصرا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما الزاوية التي تريها وهي اخر زاوية رح تكون خلال هذا النهار هي زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة وحدة وثمانية وعشرين دقيقة تقريبا العصر يعني منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني مثل عمل انساني بتلوح الفرصة لتحصيل مكسب مالي وبتساعدنا على تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في خلو مسار يعني بمعنى اخر ان خلو المسار رح يصير في ساعات العصر يعني ساو حدي وثمانية وعشرين دقيقة عصرا ورح يستمر حتى تمام الساعة تسعة وخمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيج يعني اليوم رح نحكي عنه وبكرة بداية توقعاتنا برضو رح تكون احنا في فترة خلو مسار رح يستمر لبعد الحلقة هذا يعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا بما انه القمر رح يكون موجود لاخر يوم في العذراء معناته خلو المسار القادم رح يكون والقمر في الميزان رح يكون يوم ثمانية اربعة رح يكون في تمام الساعة اتناش وتسعة واربعين دقيقة بعد الظهر ورح يستمر حتى تمام الساعة ثمانية وستعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعد القمر لبرج العقرب عمر القمر القمر الان في مراحل اكتمال البدر عمره ثلاث عشر يوم في تمام الساعة ثنتين واثناشر دقيقة قبل العصر بيصير عمره اربعتاشر يوم نسبة الاضاءة تسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى تسعتاش اربعة رح تضل مزاج سعيد حتى ساعات الصباح وبعدين بتصير مزاجها منتحس اما القمر في العذراء حتى مساء ستة اربعة يعني لغاية بكرة وبعدها بنتقل للميزان حكينا بيضل لغاية ثمانية اربعة مزاجه منتحس حتى صباح اليوم وبعدين بيصير مزاجه سعيد اما عطارد في الحوت حتى يوم احداش اربعة مزاجه منتحس الزهرة في الجوزاء حتى ثلاث عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى ثلاث عشر خمسة مزاجه منتحس المشتري في الجدي حتى اربعة عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى 11.5 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى 15.8 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نيبتون في الحوت حتى 23.6 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى 25.4 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج وطبعا قبل ما ننتقل للتوقعات اليومية احنا في التوقعات منحكي عن البرج والطالع يعني بتسمع برجك وبتسمع طالعك اللي ما بعرف الطالع وبدو يعرفه فيه في صندوق الوصف لينكين واحد بعلمك كيف تستخرج الطالع تبعك واحد بيدلك على موقع بتقدر من خلاله كيف تستخرج الطالع تبعك طبعا برضو اللي بسألوا عن البيوت وايش هي البيوت الحلقة موجودة على القناة بتشرح البيوت بالتفصيل وبرضو راح تلاقي لينكا برضو موجود في صندوق الوصف اللي بسألوا عن أبراجهم الشهرية شو التوقعات بالنسبة للأبراج برضو موجودة في صندوق الوصف يعني اطلعوا على صندوق الوصف بتشوفوا أجوبة لكثير من الأسئلة اللي انتو بتسألوها وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يعني لليوم الثاني القمر موجود في بيتك السادس عشان هيك اليوم برضو منقولكم انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم بتشعر بالإرهاق بسبب كثرة الأعباء نظم عملك بشكل جيد ما تهمل الواجبات حاذر التبذير ممكن انك تعالج مسائل مالية وتجد لها حلول خصوصا لأمور الفواتير والالتزامات المتوجبة عليك أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم يعني نفسيا انت شوي يعني في نوع من أنواع الضغط العصبي موجود عندك في نوع من أنواع التقلب في المزاج رغم انه في بعض الإيجابيات أو بميل للوضع للروتيني تقريبا إلا انه انت اليوم بتقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية وتطلع من هذا الجو اللي فيه نوع من أنواع الضغط وتغير وترتاح أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف على الوضع المالي يعني شوي في بعض الفرص ولكن ما رح تكون لوقت طويل يعني ما رح يكون الدعم بشكل كبير إلك ولكن إذا استغلت الأمور لغاية ساعات الظهر يعني بتكون الأمور جيدة أما بعد ساعات الظهر بصير الأمور فيها نوع من أنواع الضغط المالي وكثير من الالتزامات أو الأمور اللي بتأخذ انتباهك بأمور إلها علاقة بالفوترة أو المشتريات أو الالتزامات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت الأمور جيدة على مستوى الاتصالات عندك نشاط عالي جدا سرعة البديهة عندك عالية ولكن أنه رح يصير أنه اليوم هاي الطاقة مش زي الأيام الماضية بالعكس رح تصير تنزل شوي شوي كقوة كإيجابية فعشان هيك حاول تستغلها لآخر يوم بطاقتها الإيجابية ممكن اليوم تناقش أي موضوع أو تجادل في أي موضوع أو تقنع أي شخص بوجهة نظرك بيحمل هذا النهار كثير من الاتصالات أو التنقلات أو الأمور اللي إلها علاقة بعملية التسويق أو أمور إلها علاقة بالدراسة والبحث تغلب عليكم الفترة هاي النشاط والحركة والاهتمام بأمور إلها علاقة بالأجهزة المواصلات والاتصالات أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه في بعض الضغط بيضغط عليكم بشكل كبير من خلال البيت ممكن في ساعات الظهر أو ساعات الصباح الباكر يكون في سوء تفاهم أو مسئوليات أو بعض الأعطال المنزلية اللي بتطلب منك الاهتمام أو مبادرة معينة لمشتريات أو ترتيب أشياء إلها علاقة في المنزل أو معالجة بعض الأعطال في منكم رح ينشغل في أشياء إلها علاقة بأحد الأفراد العائلة أو ممكن الاهتمام بصحة قريب لألكم أما بالنسبة للبيت الخامس فشايف أنا على مستوى البيت الخامس فيه نوع من أنواع الحدية برضو في الطباع بتطلب منك هذا نوع من أنواع الصبر بالتعامل مع الحبيب حاول إنه لو صار أي إشي أو وصلك أي خبر أو أي استفزاز حاول إنك تمسك عصابك قدر الإمكان ومثير المشاكل ومثير الأمور بعصبية بالعكس اتعامل معها بنوع من العقلانية وإضبط عصابك قدر الإمكان أما بالنسبة للحضوظ فبقولك أنا ما أتغامر بحضوظك نهائيا خلال الفترة هاي لأنه ما في مجال للمغامرة الوضعية القمر مش بالمكان المناسب اللي شجعك على تجربة الحظ أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع يعني الأمر الروتيني على مستوى الشراكب بتتعامل بروتينية مع الشريك فعشان هيك لا فيه إيجابية ولا فيه سلبية أنت بتتعامل على طبيعة العلاقة اللي موجودة ما بينك وبين الشريك في خلال هاي الفترة أما بالنسبة للبيت الثامن بيحمل لك بعض الفرص اللي إلها علاقة في بعض الأشياء اللي ممكن تعمل نوع من أنواع التحسين على وضعك أو على ميزانيتك فيه ممكن بعض البوادر لنوع من أنواع الدعم المالي أو المساعدات المالية تجيك خلال هذا النهار أو يصلك خبر عن هذا الموضوع أو ممكن أنت تبادر بطلب هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور على مستوى البيت التاسع يعني شوي فيها نوع من الإيجابية ممكن تكثر عندك بعض الاتصالات أو الإطمئنان على بعض الأشخاص خارج البلاد ممكن يكون فيه عندك موضوع إلو علاقة بالبحث أو الالتزام بمسائل بتتعلق في أمور دينية أو بحثية أو فلسفية أو أمور حتى غيبية ممكن تهتم فيها أو تناقش فيها أو حتى تطلع عليها أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف على مستوى الأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم ممكن أنهم يبادروا بأمر مهم جدا على مستوى العمل ممكن يكون فيه نتيجة جيدة ممكن أنك تنجز أعمال مطلوبة منك بالتعاون مع شريكك بالعمل أو مع زميلك بالعمل أو رئيسك بالعمل المهم اليوم جيد على مستوى الأعمال فممكن أن تتبادر بأي تحسين أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعم على موضوع العلاقة بالصداقة أو المعارف فممكن من خلالها أن تتبادر بمصالحة أو باتصال بأحد الأصدقاء أو بمشاورتهم في حل مشكلة معينة أو طلب المعاونة في مسألة معينة أو ممكن طلب رأيهم في بعض الحلول ممكن يصلك خبر اليوم يسعدك بتعلق في أحد الأصدقاء أو أحد المعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فيعني تقريبا نحكي إحنا الأمور جيدة ممكن اليوم أنت تحل كثير من الأمور وتنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك ولكن بما أنه القمر موجود في البيت السادس وهذا بيتك 12 فما نقول لك يعني حاول أنك تراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات الصحية أو بعض الإطرابات الصحية اللي ممكن تظهر على الساحة بشكل عابر أهم شيء أنه ما تخلى الوسواس يسيطر عليك ما في داعي للخوف ولا لتكبير الأمور برج التور طبعا بما أنه القمر موجود في البيت الخامس يعني بيت العاطفة بيت الحدود شوي بيخفف عليك بعض الضغوط عشانيك اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم حاول ترتيب الأوضاع اللي تراجعت خلال الأيام السابقة صحح الانطباعات عنك اثبت للمشككين طاقتك وما تستسلم للضغوط قبل تحقيق الإنجاز يعني بمعنى آخر بدك تثابر اليوم وتسعى لتحقيق كثير من الأمور اللي بتتعلق بالأمور العاطفية وأمور الحضوض وأمور المال أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم شوي نفسيتك أحسن من الأيام الماضية فعشان هيك اليوم بيكون في بعض البوادر الإيجابية اللي ممكن تساعدك في بعض الأمور ممكن اليوم تجري كثير من الأعمال وتكون ملفت للنظر وبالعكس عندك حيوية عالية جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور جيدة على مستوى المال ممكن اليوم تحصل بعض الأمور المالية أو يجيك نوع من أنواع الدعم أو تبادر في أعمال معينة تحصل على نتائج مالية من خلالها أو ممكن تحصل على أموال بتعود لك يعني إشي مستحقات بتعود لك في منك ورح يلتزم في أمور إلا علاقة بالدفعات أو الفواتير ورح تمشي معاه بالشكل اللي هو بده إياه أما بالنسبة للبيت الثالث فهو برضو لليوم الثالث في نوع من أنواع الإيجابية على مصف الحركة والنشاط والاتصالات والتواصل يعني في حيوية عالية جدا عندك اليوم ممكن تتواصل مع أي شخص وتقنعه بوجهة نظرك ممكن اللي بيشتغلوا في مجال التسويق اليوم يسوقوا لأي سلعة وتكون لها رواج أو عليها إقبال ممكن تستفيدوا برضو من الأمور البحثية أو الدراسية أو تدرس موضوع معين أو تناقش في موضوع معين يعني الأمور إجمالا على مستوى الاتصالات والمواصلات جيدة وفي نوع من أنواع التعاون مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور فيها نوع من أنواع الحدية على مستوى البيت يعني ممكن يسبب لك بعض الضغوطات ممكن هي شوية أعطال أو اهتمامات أو أشياء روتينية ممكن تظهر على البيت ولكن أنه في نوع من أنواع الحدية رح تكون من خلال البيت يعني أو في البيت تحديدا ممكن أشياء بحاجة لترميم أو تصليح ممكن الاهتمام بمشتريات أو ترتيب أو أشياء طارئة بتحدث على مستوى البيت أهم مش أنك تمسك أصابك وتحاول أنك تحلها بعقلانية أما بالنسبة للبيت الخامس فعاطفيا يعني مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السادس فهو يعني على مستوى العمل ممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وممكن تهتم حتى لو بتعمل ساعات إضافية أنك بأمور إلها علاقة إما البحث عن عمل أو نوع من أنواع المساعدة في مجال العمل يعني فيه نوع من أنواع الدعم عالي جدا في هذا المكان وفيه منكم ممكن يهتم بأمور صحية أو علاجية وتكون النتائج إيجابية أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة فشوي الأمور روتينية فبتتعاملوا فيها على حسب الطبيعة اللي أنتوا فيها يعني لا إيجابية كثير ولا سلبية كثير ولكن أنه أنا بشوف أنه شوي في نوع من أنواع الاستقرار الداخلي على مستوى البيت ما رح يكون بالقوة ولكن برضو وضع كهو بتحكم فيها أما بالنسبة للبيت الثامن ففيه نشاط عالي جدا على مستوى الأمور اللي إلها علاقة ببعض الأموال المشتركة إما أنك تحصل على أموال بنوع من أنواع الدعم أو المساعدة أو تلجأ أنت لطلب أموال من أشخاص في خلال هذا اليوم وتحصل على النتائج إما اليوم أو في الفترة القادمة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني تماما يعني ما فيها الإشي لا الإيجابي ولا السلبي فعشان هيك بتتعامل مع الوضع على مستوى بيت السفر والاتصالات البعيدة والدراس الجامعية أو الامتحانات بتعتمد على جهدك وعلى حسب دراستك وكفاتك أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه إيجابي بقوة فعشان هيك يبدعمك على مستوى الأعمال اللي على رأس عملهم اليوم بينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم بالتعاون مع زملائهم أو رؤسائهم بالعمل ممكن اليوم يحملوا مسؤولية جديدة أو يبادروا بعمل جديد وينجزوا على أكمل وجه أما بالنسبة لبيتك 11 فهو يدعمك بقوة برضو على مستوى العلاقات والاتصالات ممكن اليوم تلجأ لصديق لمشاورته أو للإطمئنان عليه أو لطلب المساعد منه في نوع من أنواع التقارب مع الأصدقاء بشكل قوي جدا أو على مستوى العلاقات العامة في منكم ممكن يهتم بأمور معينة يتطلب هذا الأمر معاونة من شخص معين فيكون عنده الشخص اللي يساعده أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف على مستوى بيت المتاعب يعني شوية الأمور ممكن في ساعات الصباح يكون فيه عندك نوع من أنواع الوسواس أو بعض الأفكار السودة أو بعض الضغوطات النفسية حاول أنك تتجاوزها في ساعات ما قبل الظهر بترتاح بالعكس بصير فيه نوع من الدعم عندك ممكن تنجز كثير من العمال المطلوبة منك وممكن تهتم بصحتك شوي أو تهتم ببعض الأمور اللي بتتعلق براحتك وحيويتك والأشياء اللي إلها علاقة بأشخاص بيعزوا عليك في منكم ممكن يسمع خبر بتعلق بأحد المقربين أو بشخص بيعز عليه يزعجوا بهذا اليوم مرج الجوزاء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتجوا تعاون من أفراد العائلة أهدئ من روعك وتوقف عن التفكير شوي ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أهم إش إنك ما تختلق المشاكل ولا تخالف الرأي العام ما تناقش بجفاء بل بليوني تامة يعني القمر لما يكون في البيت الرابع يعني بمعنى آخر عامل زاوية تربيع فعادة هاي الزاوية بتعمل نوع من أنواع المشاكل على مستوى البيت إما عطال منزلية أو بعض الخلافات العائلية فحاول إنك تنتبه من المسألتين هدول وحاول إنك تعالجهم بعقلانية أكثر أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف إنه فيه يعني شوي الضغط عليك يعني هي الأمور الروتينية تقريباً ولكن إنه أنت بتقدر تتجاوزها وتشحن حالك بطاقة إيجابية عالية جداً خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني يعني بيكون النشاط الأعلى هو على تحسين الوضع المالي إما بعمل أو من خلال تحصيل بعض المقدرات المالية أو إلك الفلوس على ناس بتحاول إنك تحصلها خلال هذا النهار فيه منك ممكن يهتم بمصادر رزق جديدة أو بطلب نوع من أنواع المساعدة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والنقاشات فممكن اليوم تقنع أي شخص بوجهة نظرك وممكن تهتم اليوم بأمور الحلاقة بالصيانة أو تصليحات لمركبة أو سيارة أو تليفون أو جهاز كمبيوتر وفيه منكم ممكن يهتم بهاي الأمور بس مجرد أنه تثقيف أو الطلاع عليها والاهتمام فيها فيه منكم ممكن ينشط في أمور الحلاقة بالدراسة أو البحث أو أمور الحلاقة بالمناقشات أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس تقريبا يعني فيه نوع من أنواع الروتين في التعامل ما بينك وبين الحبيب ولكن الأمور تقريبا إيجابية يعني بتدعم العلاقة ما بينك وبين الحبيب رغم أنه في بعض الضغوطات إلا أنك أنت ممكن تتجاوزها أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل والأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بقدروا ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم فيه منهم ممكن يهتم بأشياء يعني بالعمل يعني ممكن يعملوا لساعات إضافية وما يكلوا ولا يملوا فيه منهم ممكن أنه يهتم بأمور العمل حتى لو من خلال المنزل ينشطوا في حل بعض الأمور أو معالجة بعض المسائل اللي بتتعلق بالعمل حتى لو كانت من خلال ملفات أو تجربة أفكار أما بالنسبة للبيت السابع فهو خالي تماما من أي تأثيرات إيجابية أو سلبية على مستوى بيت الشراكة فعشان هيك بتتعامل بالشريك مع الشريك على حسب روتينك أو طبيعتك أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه في بعض التفكير في أمور مالية ممكن أنت بتطلب مساعدة أو معاونة من أشخاص معينين ماديا لنوع من أنواع الدعم أو المساعدة أو نوع من أنواع اللي هي الأموال اللي ما بتعود لك يعني الأموال المشتركة يا أما أنه بيجيك نوع من أنواع الهبات أو نوع من أنواع المساعدات أو أنت ممكن تطلبهم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة على مستوى الاتصالات الخارجية فيه منكم ممكن يتصل يتفقد شخص خارج البلاد أو يطمئن على حاله أو يطمئن على وضعه فيه منكم ممكن يتواصل مع مؤسسات أجنبية أو مؤسسات تعليمية أما الاهتمام الأكبر هو رح يكون في الاتصالات والامتحانات والدراسة المنزلية أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو بدل على قوة بالحضوظ خصوصا بتعامل مع زملائك بالعمل أو رؤساك بالعمل وممكن الاهتمام بإنجاز كثير من الأعمال حتى لو كانت من خلال المنزل أما بالنسبة لبيتك في الـ 11 فهذا بعطيك نوع من أنواع الطاقة الإيجابية بالتواصل مع أصدقاء أو معارف إما لطلب مساعدة أو مشورة أو لوضع حلول لبعض الأمور أو طلب استشارة معينة حاول أنك أنت تتواصل في نوع من أنواع التقارب العالي ما بينك وبين الأصدقاء وهذا بدعم موقفك خلال الفترة الحالية والقادمة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بيدعمك على المستوى النفسي رغم أنه في عندك بعض الأفكار أو الوساوس أو الأشياء اللي فيها قلق إلا أنه بيدعمك بإنجاز الأعمال المهمة خلال هذا النهار وممكن تهتم بصحتك شوي تراعي وضعك بأنه أنت حاجلة قليل من الراحة وفي منكم ممكن يهتم بصحة قريب لا إلهم برج السرطان بتنشطوا في السفر والاتصالات يوم مناسب لاجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتكثر التنقلات والتحركات والتواصل فترة ممتازة لعقد اجتماعات أو اتصالات أو مباحثات معينة أو يكون عندك كثير من التحركات والتنقلات الداخلية أهم شيء لا تكثر المطالب خلال هذا النهار وتجنب الاعتماد أسلوب فضل ابتعد عن التحديات القمر في بيتك الثالث بدعمك بشكل إيجابي ولكن برضو في نفس اللحظة بيحذرك من بعض التسرع أو المغامرات أما بالنسبة للبيت الأول فنشايف أنه اليوم يعني في طاقة إيجابية موجودة عندك رغم أنه في بعض الجو اللي فيه عصبية إلا أنك أنت مشحون بطاقة كبيرة بتقدر تنجز كثير من الأعمال اللي إليك شخصيتك اليوم قوية ثقتك بنفسك عالية حاول بس أنك أنت شوي ما تعصب أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على مستوى المال مش بقوة الأيام اللي مضت يعني كان فيه فرص أقوى لطلب المال أو المساعدات اليوم برضو فيه ولكن يعني ما بتكون القابلية أو نتائج بالقوة لجميع الأبراج اليوم ممكن بعضك يحصل على بعض الأموال أو يعمل على فوترة أو جدولة أو سداد بعض الديون أو الاهتمامات المالية ولكن أنه فيه ساعات ما بعد العصر ممكن يصير فيه نوع من أنواع الالتزامات للزيادة أو المطالبات المالية لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات مثل ما حكينا وعلى مستوى التنقلات أما بالنسبة للبيت الرابع فهو على مستوى بيت البيت الأمور جيدة يعني الأمور مسيطرة عليها ممكن يصير بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية أو ترتيبات أو مشتريات أو شيء بتعلق في أحد أفراد العائلة أو الاهتمام بصحته أو في مجهوداته أو في شيء طارق أما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني تماما اليوم بالنسبة للتعامل مع الأحباء يعني بتتعامل بشكل روتيني على حسب الطبيعة اللي أنت موجود فيها أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد خصوصا للأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بيقدروا ينجزوا كثير من العمال المطلوبة منهم وبيهتموا بعملهم بشكل جيد ممكن يبادروا اليوم لعمل جديد أو أنهم يبتكروا عمل جديد أو يدرسوا مشروع معين وحاولوا أنهم يطرحوه أو يسوقوه في خلال هذا اليوم وفي منكم رح يهتم بوضعه الصحي أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفي فهو جيد بدعمك بشكل قوي خلال هذا النهار ففيه نوع من أنواع التواصل والاتصال مع الشريك فيه أشياء ممكن تظهر على الساحة نوع من أنواع العصبية أو يعني ما فيه داعي للتصلب في الرأي يعني ممكن شوية الحدية تطلع بس أنه من العنادي أو التصلب في الرأي أو أشياء من هذا القبيل أما باقي الأمور يعني بتكون جيدة وممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل الجيد ما بين الشركاء أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى بيت الدعم المالي للأموال المشتركة ممكن أنه يدعمك بشكل قوي اليوم ممكن تحصل على بعض الأموال أو فرص مساعدة أو ممكن يكون فيه مبادرة معينة أو ممكن أنت تطلب زي سلفة أو دين أو قرض معين اليوم يكون فيه بوادر لهذا الموضوع بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو قوي جدا على مستوى الاتصالات الخارجية أو الدراسة أو البحث العلمي أو أمور لها علاقة بتواصل بمؤسسات تعليمية تعلم لغة الإطلاع على ثقافة جديدة الاهتمام بأمور فلسفية ودينية الأمور الغيبية كل هاي أمور إيجابية اليوم بتكون وفيها نتائج إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر يعني شايف على مستوى الأعمال من ضمن مؤسسات يعني اللي بيشتغلوا من ضمن مؤسسات تدولا ممكن اليوم يصير في عندهم نوع من أنواع الفوضى أو العصبية بالمزاج ممكن يحتدوا بتصرفهم أو بتعاملهم مع أحد الزملاء أو مع رؤساهم بالعمل أو يدخلوا بجدال معين أو نقاش يحاولوا أنهم يمسكوا أعصابهم قدر الإمكان أما بالنسبة للأشخاص اللي في البيوت يحاولوا بس أنهم ما يجازفوا وما يغامروا وما يخالفوا القوانين ويحافظوا على سمعتهم أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعم موقفك بعلاقاتك مع الأصدقاء ممكن اليوم تكثر الاتصالات أو تواصل مع الأصدقاء أو تفقدهم أو لطمئنان على حالهم أو حتى الاستشارة ممكن استشارتهم بموضوع معين أو طلب رأيهم في شيء معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بدعمك بشكل قوي خلال هذا النهار ولكن بترك حساسية اللي هي الوسوسة أو الأفكار الغير منطقية أو الشيء الغير عقلاني يعني نوع من الوسوس نوع من الخوف نوع من الأشياء من هذا القبيل حاول أنك تطلع من هاي الأجواء السلبية من هاي التفكيرات وكل الأمور بتكون جيدة في منكم ممكن يهتم بصحته أو بصحة قريب لألوه برج الأسد طبعا القمر في البيت الثاني تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك كونوا حذرين في النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تناقش موضوع مالي لا تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ما أهمش أنك ما تبذر أموالك بأشياء غير ضرورية بدك تكون متيقذ قبل توقيع على أي عقد أو أي ورقة بدك تقرأها بشكل جيد وحدد الأهداف حدد أهدافك إيش أنت بدك بالضبط خلال هذا النهار خصوصا على المستوى المالي والأفكار المالية أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم شخصيتك أحسن عندك ثقة بنفسك عالية جدا ممكن اليوم تتواصل مع المجتمع بشكل قوي جدا في ملفت للانتباه عندك حيوية عالية جدا خلال هذا النهار يعني ممكن تستغلها وبرضو نشاطك ممكن يستثمر في أشياء إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا في بداية التوقعات القمر موجود فيه بالنسبة للبيت الثالث بدك تستغل هذا النهار كمان على قدرة عالية جدا من التواصل يعني بشحنك هو بقدرة عالية جدا في التواصل والاتصالات والحركة والنشاط الأفكار قدرتك على النقاش الأقناع الآخرين بوجهة نظرك كل هاي الأمور جيدة خلال هذا النهار بتدعمك في منكم ممكن يهتم بأمور علمية أو دراسية أو بحثية أو يهتم بأمور العلاقة بالاتصالات والمواصلات والتواصل مع المجتمع أما بالنسبة للحركة فهي عالية جدا أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور هادي جدا في نوع من أنواع التفاهم أو التأقلم على مستوى البيت يعني تواصلك جيد مع أفراد العائلة ممكن يجتمع عائلي أو لقاء أو تهتم بشأن عائلي أو تبدي رأيك بحل مشكلة عائلية فالأمر راح يكون فيه إيجابية ممكن تتواصل مع أفراد العائلة أهم شيء أن يكون فيه تقارب ما بينك وبين العائلة في منكم ممكن يهتم بأمور العلاقة بمشتريات أو ترميمات أو تصليحات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو روتيني عادي يعني بتتعامل بشكل روتيني مع الحبيب فعشان يكون نوع التواصل الموجود هو نوع روتيني على طبيعتك وعلى طبيعة العلاقة ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بنجزوا إنجازات هائلة جدا ورائعة جدا ما بكلوا ولا بملوا بالعكس حتى لو عملوا ساعات إضافية اليوم ما رح يهتموا من هذا الموضوع بالعكس عندهم قدرة على إنجاز كثير من العمال وبرضو ابتكار أسليب متطورة في العمل أما بالنسبة للأشخاص اللي عادين في البيت فممكن يسوقوا العمل معين أو إنهم يبتكروا أسلوب جديد للعمل أو يتكون عندهم أفكار جيدة بس بحاجة للتنفيذ أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراك المالية والعاطفية فممكن يكون فيه تواصل أو تقارب ما بينك وبين الحبيب وممكن اللقاء حتى على نقطة معينة اتدعم من شراكتكم ومن موقفكم ومن علاقتكم أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تحصل على بعض الأموال أو يكون فيه فرص عندك اليوم لطلب بعض المساعدات أو النجدات أو الأشياء اللي إلها علاقة بالدعم ممكن اليوم تحصل على شيء أو ممكن تكون بادرة للمساعدة أو طلب المساعدة من أشخاص أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد رغم العصبية اللي موجودة عندك في بعض المواقف اللي فيها نوع من أنواع النقاش حاول قدر الإمكان أنك ما تتسرع وما تتهور أضبط أعصابك حاول أنك تناقش بعقلانية أكثر اللي عنده امتحان أو عنده دراس اليوم بدي يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض نهائيا ويحاول أنه يتواصل مع الأشخاص اللي ممكن يساعدوه في مسألة معينة في منكم رح ينشط باتصالات خارجية أو مع أشخاص خارج البلاد أو يصير فيه نوع من أنواع التقارب بوجهات النظر ما بينه وبين أشخاص خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فهو الأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بيقدروا ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم بالتعاون مع زملائهم أو رؤساهم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيقارب ما بينك وبين أصدقاء وممكن اليوم تبدأ بعلاقة جديدة أو تتعرف على شخص جديد وممكن أشخاص تستغل علاقات أو معارف في استشارتهم أو التعاون معهم أو طلب المشهورة إما أنت تطلبها أو هم يطلبوها منك لطلب رأيك فاليوم إيجابي وبرضو رأيك رح يكون في مكانه أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو دعمك بقوة خلال هذا النهار فعشان هيك اليوم تنجز كثير من الأعمال بدون لا كلل ولا ملل ناشاطك عالي ثقتك بنفسك عالية ولكن ممكن أنه يصلك خبر بتعلق بأحد المعارف يشوي يكدر صفوك أو يزعجك أو يخليك يعني تهتم بهذا الموضوع بشكل كبير برج العذراء يعني القمر عندكم لليوم الثاني ثقاتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط أهم إيش أنكم تبادروا اليوم لأي خطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن اليوم تحسم أمرك وتقرر على إيش جديد ممكن تفرح لإنفراج أو لتسوية أو لتطور في أمر ما بتلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك ممكن تنهي مفاوضات لمصلحتك هذا طبعا لأنه القمر موجود في البيت الأول فبدعمك في هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فأمورك المالية يعني شيئا ما أنت مسيطر على الوضع في نوع من أنواع الاستقرار رغم أنه يعني بعضكم ممكن أنه يحتاج لبعض الدعم المالي يبادر فيها طلب المساعدة أو المشورة في هذا الأمر وتكون الأمور برضو لصالحه بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بيساعدك على أمور التواصل والاتصالات والتنقلات إقناع الطرف الآخر بوجهة نظرك بس أهم شيء العصبية هي العصبية اللي ممكن أنها تسيطر عليك خلال هذا النهار إما بنقاشاتك أو بكلامك أو حتى بتلفظك ببعض الكلمات اللي ممكن أنه لو في الأيام العادية ما رح تطلع منك أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت في نوع من أنواع الضغط عشان هيك بتتوتر العلاقات المنزلية وممكن يكون في بعض المشاحنات أو المصادمات أو بعض ردات الفعل العنيفة شوي حاول أنك تثبت أعصاب قدر الإمكان وحاول أنك تنجز المطلوب منك من خلال الأعمال المنزلية أو الاهتمامات المنزلية في منكو ممكن يهتم بأمور إلها علاقة بمشتريات أو تصليحات أو ترميمات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على مستوى الوضع العاطفي فممكن اليوم تبادر في أمور إلها علاقة بالمصالحة أو مراجعة الذات أو التقارب مع الحبيب أو التواصل معه يعني الأمور بشكل عام يعني ما بنقول ممتازة ولكنها جيدة بتعمل نوع من أنواع التقارب أما بالنسبة للبيت السادس فالبيت السادس بدعم الأشخاص اللي على رأس عملهم بشكل قوي ممكن يعزز هذا من ثقتهم بنفسهم وممكن ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم يعني بدون كلل أو ملل في منكم ممكن يبتكر مشروع جديد أو فكرة جديدة أو يتحرك باتجاه جديد لتطوير مصدر رزق أو مصدر عمل له جديد أما بالنسبة لبيت الشراكة فهو صعب جدا في نوع من أنواع الضغط الكبير على مستوى الشراكة فعشان هيك الشراكة العاطفية والشراكة المالية في هاي الفترة فيها نوع من أنواع الحدية بالطباع تصرفاتكم متسرعة وممكن أنه يكون حكمكم حتى غلط حاول أنك أنت ما تفرض وجهة نظرك حاول تراجع حالك بشكل جيد على أساس أنه أنت تتجاوز الضغوط اللي موجودة بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة يعني فيه نوع من أنواع الضغط أو المطالبات أو الالتزامات بمأرقك الموضوع شوي فيه أشياء بتعتمد على الفوترة أو بعض الحسابات أو بعض الترتيبات أو بعض ترتيب الديون أو الالتزامات للفترة القادمة فيه منكم اللي بطلبوا نوع من أنواع الديون أو المساعدات يعني هي بتعطي نوع من أنواع الإجابية خصوصا من ساعات الظهر تدعمك في هذا المكان ولكن حاول أنك أنت ترتب التزاماتك بالطريقة عقلانية بدون ما ترهق نفسك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية ممكن تتواصل مع أشخاص خارج البلاد للإطمنان عليهم وتفقدهم وممكن يغلب عليك نوع من أنواع الحركة بالتواصل الإجتماعي أو المراسلات أو الإيميلات ولكن برضو ما تعتمد على الحضوض بدك تكون مستعد لأي طارق أما بالنسبة للبيت العاشر فالأشخاص اللي على رأس عملهم اليوم بقدروا ينجزوا كثير من الأعمال المطلوبة منهم بالتعاون مع زملائهم أو رؤساهم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن اليوم تطلب المشهورة أو المساعدة من صديق في مسألة معينة أو تتفقد صديق أو ممكن تقلق على صحة صديق أو على تطور معين صار معه حاول أنك أنت ما تشغل حالك كثير واهتم بالأمور الإيجابية فقط أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط عليك شوي فعشان هيك اليوم بدك تحاول أنك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وما ترهق حالك كثير حاول أنك أنت تنظم جدول غذائك تراقب غذائك وراحتك وفي نفس اللحظة ما تخاطر وما تغامر في منكم ممكن يسمع خبر يزعجه بتعلق بأحد المعارف أو الأصدقاء برج الميزان طبعا يوم آخر بتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيش في دوامة من الكآبة والإحباط هاي فترة إرهاق وتقاعس ابتعد عن الأجواء الصاخبة والأماكن المكتظة وابحث عن الهدوء والسكينة طبعا السبب إنه القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بضغطكم بشكل كبير لليوم الأخير بكرة إن شاء الله من ساعات المساء القمر بصير بوصل لعندكم بشحنكم بطاقة إيجابية وبدعم من كثير من الأشياء اللي أنتو بتسعولها بالفترة القادمة وبعوض كثير من الأشياء اللي صارت معكم بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف إنه الضغط النفسي عالي جدا فعشان هيك أنت اليوم يعني فيه ما عندك الثقة الكافية بنفسك فيه نوع من أنواع التردد أو التقلب أو الكسل أو أنه أنه أنت مش حاب تنجز شيء يعني فيه عندك تردد عالي جدا فعشان هيك بدك يعني تحاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية اللي تقدر أنت تتجاوز هاي الضغطات أما بالنسبة للبيت الثاني البيت الثاني بدعمك بشكل قوي على المستوى المالي فممكن اليوم تلاقي فرص تدعم أو تدعم موقفك المالي أو ممكن بعض المساعدات أو بعض الأمور اللي ممكن يجيك من خلالها بعض الدعم المالي فيه منكو ممكن ينشغل في مشتريات أو فوترة ديون أو التزامات أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بيدعمك في أمور الاتصالات والتواصل الحركة النشاط عندك شغلات إيجابية موجودة فيها فكرية يعني عقلك نشط جدا اليوم فيه ممكن اليوم تقنع أي شخص بوجهة نظرك ممكن تناقش وتجادل أو حتى ممكن تطلع على موضوع معين دراسة أو بحث معين فيه منكو ممكن يحث أبنائهم على الدراسة ومنكو ممكن يهتم بصحة أو بشأن أحد الأخوة أو الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فهو عن مستوى البيت الرابع يعني بيت البيت هذا بعطيكم نوع من أنواع الإيجابية لغاية ساعات الظهر ولكن في ساعات العصر بدك تحذر من طارق ممكن يصير على مستوى البيت يعني ممكن مشكلة معين عطل معين أو خبر مزعج يجيك في خلال هذا النهار حاول أنك تتجاوز الفترة هاي بإيجابية وخلي فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أهل البيت أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي فيه نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين الحبيب إما للمشورة أو للمساعدة أو حتى تفقديا ولكن الأمور جيدة التواصل جيد فيه نوع من أنواع التقارب العالي ممكن اليوم يعني يسجل لك موقف حلو ما بينك وبين الحبيب إذا تجاوزت مرحلة العصبية والشكاوي أما بالنسبة لعلاقتك مع الأبناء فهي جيدة أما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعمك على مستوى العمل بشكل قوي جدا ممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وممكن اليوم تعزز موقف أو تعزز مكانتك على مستوى العمل لكن حاول أنك أنت ما تقصر بعملك وما تتغيب أو تتأخر حاول أنه أنت برضو تهتم بوضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراك الوضع روتيني تتعامل أنت والشريك بشكل روتيني لا إيجابية ولا سلبية في الموضوع أما بالنسبة لبيتك الثامن فهو بدعمك على أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن اليوم تحل مسألة مال مشترك أو تناقش في موضوع مالي أو موضوع الدخار أو تحويش أو طلب مساعدي ممكن اليوم يدعمك في هذا الموقف وممكن يصل لك خبر عن هاي المواضيع أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بعزز قدرتك على الاتصالات أو الرغبة عندك على الاتصالات الخارجية مع أشخاص خارج البلاد أما التفقد أو الاتمئنان أو مع مؤسسات تعليمية أو الاجتهاد في أمور علمية أو تعلم لغة أو ثقافة أو الاطلاع على ثقافة جديدة وممكن أنك بعض الأشخاص يكون عندهم امتحانات أو يكون عندهم دراسة ما يعتمدوا على الحضوض بدهم يجهدوا أو يبذلوا جهد زيادة لا تجاوز هاي المرحلة بشكل إيجابي وحققوا منها إنجازات أما بالنسبة للبيت العاشر فشوي هذا بضغط على بيت السمعة فعشان هيك بدك يدير بالك من أي تصرف خاطئ ممكن أن يسبب لك أي إحراج أو يسبب لك بعض الإساءات اللي بتتعلق بسمعتك حافظ على سمعتك بدون مغامرة أو مجازفة ما تتهور وبنفس اللحظة إذا كنت على رأس عملك حاول ما تدخل بمشاحنات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو شوي بيعمل نوع من أنواع التقارب مع أصدقاء أو مع علاقة معينة أو معرفة مثلا للتشاور أو للتصالح أو حتى للفضفضة يعني بدعمك هذا بشكل قوي وفي نفس اللحظة بيكون اتصال موفق ولكن دير بالك أنك تأمن سرك لأي إنسان بالفترة هاي وخصوصا أنه القمر في بيت متاعبك أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا هذا موقع القمر فعشان هيك هو بضغطك بشكل سلبي برج العقرب يعني لليوم الأخير الأمور مستقرة حاولوا تنجزوا كل شيء خلال هذا النهار من أشياء مهمة لأنه ابتداء من بكرة القمر رح يصير موجود في بيت المتاعب فرح يضغطكوا بشكل قوي اليوم بوسعك وتعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك بمناسبة سعيدة ممكن يطلب منك خود تجربة اجتماعية جديدة ومهمة ابتتاح لك فرصة لغربلة ومعرفة الصديق من العدو بالفترة هاي اظهر انفتاح واهتمام قوي خلال الفترة هاي على أساس أنك أنت تحصل على نتائج إيجابية أما بالنسبة للبيت الأول فهو جيد على مستوى الوضع النفسي يعني صحيح أنه متقلب إيجابي وسلبي طول اليوم ولكن أنا شايف الإيجابية أكثر فعشان هيك ممكن تتغلب على الطاقة السلبية الموجودة عندك أو بعض الأوهام أو الكسل أو الوساوس أو اللي بنسميها إحنا أنه نوعية الاكتئاب الضعيفة هاي اللي بتتسلل لك من لحظة لأخرى حاول أنك تتجاوزها وما تخليها تسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي ممكن اليوم تلوح لك فرصة مالية أو مكسب مالي أو تعويض أو هدية أو جائزة أو ممكن خبر لدعم مالي يعني الأمور على كل المستويات هاي مفتوحة وفي منك ممكن أنه ينشغل بأمور العلاقة بالالتزامات والفوترة أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالدفعات أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بيدعمك على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات وفي منك ممكن يهتم بالاتصالات كثير أو يهتم إما بجهاز هاتف أو كمبيوتر أو سيارة في منك ممكن ينشغل اليوم في أمور إلها علاقة بالتنقلات أو يهتم بالاتصالات أكثر أما اللي بيهتموا بمواضيع الدراسة والمباحثات العلمية أو التسويق فهي جيدة لإلهم ولكن ما بدهم يعتمدوا على الحظوظ بدهم يبدلوا جهد على أساس أنها تتحقق مساعيهم أما بالنسبة للبيت الرابع فهو ضاغط عليك شوي بنوع منه يعني منلاحظ أنه يمكن الاكتئاب هو بيجيك من خلال البيت فعشان هيك حاول قدر الإمكان أنك أنت تتأقلم مع الوضع الحالي إنجز العمال المطلوبة منك ممكن تهتم إما بصيانة أو واجبات منزلية أو عائلية أو ممكن يكون فيه خبر مزعجك على مستوى العائلة بتطلب منك نوع من أنواع التقارب حاول إنك ما تفرض رأيك بعصبية وتجاوز الفترة هاي وبتكون الأمور إن شاء الله طيبة أما بالنسبة لبيتك الخامس فعلى المستوى العاطفي يعني شيئا ما جيدة ولكن دير بالك في ساعات الصباح من التوتر أو العصبية لغاية ساعات الظاهرة ما فيه داعي للحدية بالطباع أو فرض وجهته للرأي حاول إنك أنت تتشاور بعقلانية مع الحبيب عشان أن تتحقق إنجازات جيدة أما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعمك بقوة خلال هذا النهار ممكن من خلاله أن تتحقق كثير من الأعمال أو تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وممكن أنه حتى لو احتاجت منك وقت إضافي في منك وممكن يبتكر شيء للعمل أو لإنجاز الأعمال أو فكرة معينة يحاول أن يسوقلها خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراك المالية والعاطفية يعني فيه نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين الشريك ولكن برضو الخلافات بتيجي هي من الضغط الاكتئاب أو العمل النفسي بلعب دور ممكن هو يدعمك بطريقة معينة وممكن برضو أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية وصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبينه تفضفض إلو فترتاح أما بالنسبة للبيت الثامن فالاهتمام بالدفعات والفواتير والالتزامات هو أكثر شيء بأرق قسم كبير منكم خلال هذا النهار أو عملية الإدخار أو تأمين الوضع الحالي بدفعات مالية ممكن طلب المساعدة أو طلب الدين أو دعم معين خلال هذا النهار ويكون برضو لمصلحتكم أما بالنسبة للبيت التاسع فهذا بدل بضغطه السلبي أنه فيه خبر ممكن يجي من بعيد يزعجك أو ممكن يكون فيه مسألة بتتعلق بشخص خارج البلاد تأرقك حاول أنك أنت تتقبل العمر بصدر رحب وما تنفع على كثير فيه منكم ممكن يتواصل مع أشخاص خارج البلاد للإطمانان عليهم واللي عنده دراسة أو عنده امتحان خلال هذا النهار بده يعتمد على جهده وعلى دراسته وعلى تركيزه مش على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فهو يعني بدنا نقول فارغ من الحضوض لا إيجابي ولا سلبي ولكن برضو لأنه بيت السمعة فبقول لك دير بالك من المغامرات أو المجازفات حاول أنك تراقب أي شيء بتعلق بالسمعة ما تحاول أنك تشوه سمعتك بأي تصرف وحاول أنك أنت تثبت مكانتك وإنجز الأعمال المطلوبة منك بوقتها أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعم علاقاتك ممكن اليوم تكثر الاتصالات ما بينك وبين أصدقاء أو معارف لتفقدهم أو اطمانان عليهم أو حتى تطلب طلب المساعدة والمشورة منهم مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بضغط عليك شوي عشان هيك بدك تراقب وضعك الصحي ممكن يتجيك بعض المعاكسات أو الانتكاسات الصحية المفاجئة لها علاقة بالشد العضل أو التوتر لأنه طبعا الاكتئاب بضغط على الأعصاب بشكل مباشر فعشان هيك ممكن تحس بنوع من الخدر أو الألم اللي بالأكتاف وبينزل على الإيدين ألم بمنتصف الظهر وألم في أسفل البطن برج القوس طبعا بما أنه القمر موجود في البيت العاشر فهذا بدعم على مستوى أمور العمل خصوصا الأشخاص اللي بيعملوا على رأس عملهم اليوم بنجحوا بدفع بمصالحهم باتجاه العمل بشكل قوي يعني بتقدر تحافظ على إنجازاتك القائمة بتتلقى عرض أو ممكن تجد نفسك في موقع مهم كون عند حسن الظن أهم إشي اتجنب الإنفعل والقرارات المرتجلة يعني بدك تكون عقلاني والتصرفات العدائية حاذر من الحوادث أهم إشيه أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور يعني على مستوى البيت الأول جيدة ممكن تدعمك بشكل قوي إلا أنه بتسلل أفكارك بعض العصبية أو بعض الحدية في الطباع أو عدم الثقة بالنفس بشكل كافي أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على المستوى الأموال فممكن اليوم تطلب نوع من أنواع المساعدة أو الدعم أو تهتم بأمور العلاقة بمصدر رزق معين أو الدعم موقفك المالي بشكل أقوى في منكم ممكن يهتم بدفعات أو مشتريات أو ترتيب التزامات والديون أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك عن مستوى الحركة والنشاط ممكن اليوم يكون عندك قدرة عالية جدا على إقناع أي شخص بوجهة نظرك في منكم ممكن يهتم بأمور بحثية أو يبحث عن موضوع معين أو دراسي أو نقاش أو حتى في أمور التسويق كل الأمور اليوم مفتوحة بشكل قوي جدا في منكم رح يهتم بأجهزة الاتصالات أو المواصلات يعني السيارات أو الكمبيوترات أو التليفونات وفي منكم رح ينشط بالاتصالات بشكل عالي جدا أما بالنسبة للبيت الرابع مع الثالث بدعم موقفك مع أخ أو جار أو الاهتمام فيهم أو في منكم ممكن يهتم بمشكلة عائلية أو مشكلة بيتية تطلب منه نوع من أنواع الحكمة للتقارب العصبية ما رح تحل المشكلة ما في منكم ممكن يهتم بعطل منزلي أو بعض الأشياء المشتريات المنزلية أو بعض الأشياء اللي بتتعلق بالتقارب ما بينك وبين أفراد المنزل لكن برضو برجع بقولك دير بالك من العصبية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو بيعمل علاقة روتينية على المستوى العاطفي فعشان هيك على المستوى العاطفي أنت بتتحرك بشكل روتيني باتصالات تفقدية أو تواصل طبيعي ما في سلبية في الموضوع وبرضو ما في إيجابية ولكن على روتين طبيعة العلاقة العاطفية تبعتك بتمشي الأمور على مستوى البيت السادس اليوم بتنشط في أمور كثيرة إلها علاقة بالعمل فممكن اليوم تنجز كثير من العمال المطلوبة منك وفي منك ممكن يهتم بعمل جديد أو إنه مبادرة جديدة أو فكرة جديدة لتطوير مكان العمل في منك رح يهتم بوضع صحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو يعني قوي جدا بأمور الشراكة عشان هيك بيقوي علاقتك بالشراكة أو علاقتك مع الشريك عشان هيك بيعمل نوع من أنواع التقارب أو التلاقي في نقطة معينة ممكن من خلالها تضع بعض الحلول أو ممكن هو يخفف عليك بعض الضغوطات بطريقة التعامل أو توزيع المهام ما بينك وبينه أهم إشي إنك تقابله بالمقابل مثل ما هو بتعامل معاك إذا كان بشكل إيجابي إذا بشكل سلبي فإهمل المشكلة حاليا لغاية ما تتجاوز يومين يعني القمر يتحرك باتجاهك بعدها بتكون الأمور أحسن أما بالنسبة لبيتك الثامن فهو بضغط على بعض موليد برج القوس بالالتزامات والديون أو تراكم الالتزامات خصوصا بالأموال المشتركة فمنك كثير بيهتم بأمور الفوترة أو ترتيب الوضع المالي أو الأمور اللي إلها علاقة بالدفعات حاول أنك تركز عليها بشكل جيد وترتبها بشكل جيد على أساس أنك تطلع من هذا الوضع بأسرع وقت وخصوصا أنه اليوم هذا إيجابي لوضع الحلول أما بالنسبة لبيت التاسع فهو فارغ تماما من أي تأثيرات إيجابية أو سلبية فأنت بتتعامل معاه بشكل روتيني إن كان باتصالاتك أو دراستك أو امتحاناتك أو تواصلك مع المجتمع أو مع ثقافات أجنبية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو القمر اللي موجود فيه بدعمك بالشكل اللي هو موجود فيه مثل ما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 جيد جدا يعني بدعمك على مستوى العلاقات ممكن تتواصل مع أصدقاء اليوم أو يكون فيه نوع من أنواع الاتفاق على حلول معينة أو ممكن مشورة معينة أو حتى لو الفضفضة ممكن أنك تصل للنتائج جيدة وممكن تسمع خبر عن صديق أو صديق يبادر بالاتصال فيك ويكون انتصاله مفاجئ أما بالنسبة لبيتك 12 فهو شوي بيجيب لك بعض التقلبات ممكن يضغطك بحالة نفسية أو وسوسة أو خوف أو تردد أو تقلب في المزاج فعشان هيك بدك تحاول قدر الإمكان تشحن حالك بطاقة إيجابية اللي تتجاوز الفترة هاي في منكو ممكن يسمع خبر عن أحد الأقارب أو المعارف اللي بيعزوا عليه يا أما أنه بدخل مستشفى يا أما أنه بدخل سجن برج الجدي لليوم الثاني القمر موجود في البيت التاسع طبعا هذا بعطي قوة كبيرة لموليد برج الجدي عشان هيك بتنشطوا لليوم الثاني في مجالات إلها علاقة بالدراسة بالامتحانات أو مواضيع بتتعلق بالسفر أو الاتصالات لسيما لبعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم تفرح لانفراج ملموس ترتفع فرص النجاح وتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة خلال هذا النهار ممكن تتلقى إشارة إيجابية أو عرض مميز أو خبر يفرحك هاي فترة مناسبة لالتقاط الأنفاس بعد العواصف اللي عصفت خلال الفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الأول فهو جيد جدا يعني بدعمك على المستوى النفسي بقوة فعشان هيك اليوم تشعر براحة أكبر بنوع من أنواع ثقة بالنفس عالية رغم أنه كان فيه نوع من أنواع التوترات بالأيام الماضية ولكن اليوم أنت مدعوم بطاقة أكبر أما بالنسبة للبيت الثاني ممكن يجد إشي على المستوى المالي أو ضغط المالي أو إشي العلاقة بالتزام أو فوتير أو متطلبات مالية شوية أرقك ولكن بإيدك أنت تجد الحلول لهذا الموضوع أهم إشي أنه إذا كان عندك مشتريات اليوم أنك ترتبها وما تبالغ بالمشتريات والمصاريف المطلوب منك حاول ترتب وضعك المالي بشكل عقلاني أما بالنسبة للبيت الثالث اليوم تكثر عندك الحركة والنشاط والاتصالات وممكن اليوم تبادر بخطوة جيدة جدا تدعم من موقفك ممكن اليوم تقنع أشخاص بوجهة نظرك ممكن اليوم تبحث عن موضوع العلاقة ببحث معين أو دراسة معينة أو نشاط فكري عالي ممكن تهتم بأمور العلاقة بالاتصالات أو المواصلات أو أمور تطلب منك تسويق لأشي معين أما بالنسبة للبيت الرابع فعا مستوى البيت يعني الوضع روتيني تتعامل فيه على حسب الوضع اللي أنت فيه يعني على الوضع القائم اللي أنت عايش من خلاله فعشان هيك ما فيه أي شيء جديد ممكن في ساعات الظهر بس يصير فيه خلاف أو حدية في الطباع من أحد أفراد العائلة يأرقاك شوي ولكن الأمور تقريبا بتختفي أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي أنت عندك عاطفي جياشي خلال هذا النهار للتواصل مع الحبيب أو الاطمئنان عليه وممكن تكثر الاتصالات اليوم مع أشخاص أنت بتحبهم أو بعزوا عليك في منكم ممكن يهتم بأشياء لها علاقة بالعاطفي أو بالغراميات وفي منكم ممكن يجرب حظه في مسألة معينة أما بالنسبة للبيت السادس يعني بدعمك على مستوى العمل اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وعندك نشاط عالي جدا حتى لو عملت لساعات إضافية ما رح يتهتم لهذا الموضوع وفي منكم ممكن يبتكر شيء لمصدر رزق معين أو لا شيء بحسن الوضع المالي عنده أما بالنسبة للبيت السابع على نستوى الشراك المالية شوي الأمور فيها نوع من أنواع الحدية أو القلق أو الخوف أو سوء التفاهم حاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان تطلع من هاي الوساوس اللي موجودة وتعامل بلين هذا كله ضاغط عليك لغاية ساعات الصباح وبعدين الأمور كلها بتنقلب بشكل عكسي إيجابي لمصلحتك ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب أو التلاقي أو أنك أنت تتراجع عن قرار أو عن فكرة أنت اتخذتها أما بالنسبة للبيت الثامن فهذا بعزز أمور أنه أنت اليوم ممكن تطالب بأموال معينة من أموال ما بتعود لك يعني مثل قرض أو دين أو مساعدة أو تتحرك بالاتجاه هذا على أساس أنه أنت تحسن من الوضع تاعك فيما يتم بأمور دفعات مالية أو قروض أو التزامات أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا على مستوى الاتصالات الخارجية وعلى مستوى التواصل مع مؤسسات تعليمية أو حتى الدراسة أو حتى الامتحانات في منكم ممكن يتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو يجي خبر من خارج البلاد يعني شوي يكون لمصلحته أما بالنسبة لللي عليهم قضايا فاليوم جيد جدا ممكن أنه اليوم يتسرب لك ورقة أو خبر معين أو أنت تجهز أوراق إلى علاقة بالقضايا اتدعم موقفك للأيام القادمة أو تغير فكرتك عن الوضع القائم يعني فيه اهتمامات قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو يعني جيد على مستوى السمعة ما فيه شيء سلبي أو إيجابي ولكن أنا شايف أنه بميل للإيجابية أكثر فعشان هيك أنت بتحافظ على سمعتك وعلى إنجازاتك بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك 11 فهو داعم إليك بعلاقاتك فممكن اليوم تستثمر بعض العلاقات أو بعض الأشخاص أو بعض الصداقات لتطوير شيء معين أو لحل مشكلة معينة أو لطلب معونتهم بفكرة معينة لطريقة كيف أنت تحل مشكلة أو وضع معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو لأنه ضاغط عليك شوي فبتكون فيه نوع من أنواع العصبية والحدية في طباعك أهم إشي أنك تراقب وضعك الصحي من التقلبات حاول تهتم بتغذيتك ممكن بعضك يهتم بأمور إليها علاقة بالفيتامينات أو المكملات الغذائية أو يراقب وضع الغذاء الغذائي أهم إشي لأنه فيه عندك أنت الفترة هاي نوع من أنواع الخربطة بالغذاء فيه منكم ممكن يسمع خبر شوي يكون سيء بتعلق بأحد الأشخاص أو أحد الأحبة أو أحد المعارف برج الدلو بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيق خففوا من النفقات المتصاعدة أطلب رأي الشريك يابل تمسك بقرارك ممكن تنشغل بمسائل مالية وهموم صحية وعائلية باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهم إش إنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة يعني بالفترة هاي بدك تراعي أمور مالية أو مسائل مالية وبدك تراعي مشاكل وهموم صحية وعائلية أما بالنسبة للبيت الأول يعني أنا شايف الأمر شوي في نوع من أنواع النفسية المتقلبة خلال هذا النهار بين إيجابي سلبي إيجابي سلبي أهم إش إنك تترك الأفكار السوداء والتردد والتقلب اللي موجود في مزاجك حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية على أساس إنك تطلع من الضغط اللي أنت موجود فيه أما بالنسبة للبيت الثاني فهو بدعمك بشكل قوي لدرجة إنه اليوم ممكن تلاقي فرصة مالية أو مساعدة مالية أو دعم بفكرة معينة لأنك أنت ترتب الوضع المالي اللي أنت فيه فيه ممكن يكون عليك بعض المتطلبات أو بعض الدفعات خلال هذا النهار لكن إنه حاول أنك أنت تبعد عن المشتريات المشضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بشحنك على مستوى الطاقة فعندك طاقة عالية جدا للتواصل والنقاش والحركة والتواصل مع أشخاص بكثرة وممكن أنت تقنع أي شخص بوجهة نظرك فيه منك ممكن يهتم بأمور دراسية أو علمية أو حث أبنائهم على الدراسة فيه نوع من أنواع التعاون مع أخ أو مع جار أما بالنسبة للبيت الرابع فهو ضاغط عليك بشكل قوي جدا حاسس بنوع من أنواع الضيق على كتافه خلال الفترة هاي حاول أنك ترتب الأمور بشكل عقلاني وما ترهق حالك بالتفكير وما يكون مزاجك صعب أنك أنت تفرض رأيك أو تعمل مشاكل داخل البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فهو بدعمك بشكل قوي جدا على مستوى العاطفة فعشان هيك ممكن أحد الأحبة يساعدك في مسألة معينة أو تطلب المشهورة منه أو يصير فيه تقارب عاطفي ما بينك وبين الحبيب خلال هذا النهار أو مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم يعني شوي ضاغط على مستوى العمل فعشان هيك فيه نوع من أنواع التقلب بالعمل تهتم بأمور عملية وممكن يصير فيه عندك خبر أو شيء بيدل على خسارة أو بيدل على ضغط أو بيدل على نوع من البلبلة على المستوى العملي فعشان هيك بدك تكون حذر ومنتبه لهذه الأمور وأهم شيء بدك تنتبه لصحتك من التقلبات الصحية في خلال هذه الفترة أما بالنسبة للبيت السابع فالبيت السابع يعني فارغ تماما من أي تأثيرات يعني على مستوى الشراك المالي والعاطفية لا إيجابي ولا سلبي عشان هيك بتتعامل أنت بالوضع الطبيعي اللي أنت بتتعامل فيه على مستوى الشراك المالي والعاطفي أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات القمر موجود فيه بالنسبة للبيت التاسع اتصالات من خارج البلاد أو أنت بتبادر باتصالات مع أشخاص بره بعاد عنك تتفقدهم أو يتفقدوك فيه نوع من أنواع الاهتمام الخارجي فيه برضو قدرة على الدراسة أو بحث بلغة أو حضور أفلام بتميل للأفلام أو الديكومنتري أو الأشياء اللي من هذا القبيل وفيه منكم ممكن يهتم بأمور فلسفية أو دينية أو طبية أما بالنسبة للبيت العاشر فاللي على رأس عملهم اليوم بنضغطوا بإنجاز الأعمال المطلوبة منهم وفيه من يصير فيه نوع من أنواع الخلاف أو الحدية في التعامل مع زميل أو رئيس بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فبدعم علاقاتك تكثر الاتصالات ما بينك وبين أصدقاء أو معارف خلال هذا النهار إما للتشاور أو للطلب الرأي أو الخبرات أو تبادل الخبرات يعني الأمر إيجابي وقوي جدا على هذا المستوى أما بالنسبة لبيت المتاعب فشوي مازا يعني فيه نوع من أنواع الضغط عشان هيك بتحس بنوع من التقلب بالمزاج أو بالفكر فيه نوع من أنواع الحدية والتردد مش عارف أنت ترسى على أمر أو تثبت على رأي عشان هيك بصير فيه عندك كثير من التقلبات حاول أنك تراعي وضعك الصحي وإطلع من الوساوس والهموم قدر الإمكان وإشحن حالك بطاقة إيجابية عشان تتجاوز هاي المرحلة بهمة وفيه ممكن اليوم تقلق بشأن صحة أحد الأصحاب أو المعارف أو الأحباب وممكن هذا الأمر يحزنك أو يزعلك مرج الحوت يوم مناسب لتعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل أو العاطفي لا ينصح إتمام خطبي أو زواج أو توقيع عقد تجاري أثناء تواجد القمر مقابلكم مباشرة حاذر من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأي كان ممكن تواجه قصم شرس خلال الفترة هاي وممكن تشتد المنافسة بينكم لا تخالف القوانين عشان ما تدان بسبب تصرفاتك يعني القمر لما بكون دائما مقابل الحوت بضعف الحوت بشكل كبير وبيعمل ردات فعل سلبية عنده عشان هيك بدك تحذر من هاي الأمور خلال هذا النهار وراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم نفسيتك مش بمحلها يعني فيه نوع من أنواع الاكتئاب أو نوع من أنواع التردد النفسي أو التقلب بالمزاج حدية استسلام رضوخ شغلات من هذا القبيل حاول أنك أنت تتجاوز المرحلة هاي وما تستسلم لكل الظروف أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور يعني ما أرقيتك على المستوى المالي فعشانك أنت بتحاول تجد منفذ لتزبط الوضع المالي أو تسعى لتحسين الوضع المالي حاول تركز عليه بشكل جيد ممكن تجد مخرج إن أحسنت التصرف بعقلانية في منكم ممكن يحصل على دعم أو على مساعدة أو على خبر يدل على بوادر خير أما بالنسبة للبيت الثالث فأنت بتنشط اليوم بالاتصالات الخارجية أو الاتصالات الداخلية ممكن تناقش بعقلانية إلا أنه في نوع من الحدية بكلامك عشان هيك بدك تناقش بعقلانية أكثر عندك قدرة على الإقناع سرعة بديهتك عالية قدرتك على التواصل عالي وممكن اليوم تحث أبنائك على الدراسة أو تعاونهم في أمور دراسية تهتم بأمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات وأمور إلها علاقة بالتواصل مع المجتمع أما بالنسبة للبيت الرابع فهو ضاغط عليك بشكل كبير فعشان هيك في نوع من أنواع الحدية على مستوى البيت أو مع أحد أفراد العائلة أهم شيء أنك أنت ما تصل لمرحلة الاستسلام في نوع من أنواع التواصل داخل البيت أو التأقلم مع أفراد البيت ولكن المستجدات الممكن هي اللي بتوترك في منكم ممكن ينشغل بمسألة عائلية أو بعطل أو تصليحات أو ترميمات أو مشتريات أما بالنسبة للبيت الخامس فهو ضاغط بشكل عنيف جدا عليك على المستوى العاطفي فعشان هيك في حدية بالطباع موجودة إما بتصرفاتك وألفاظك أو استفزاز الحبيب لا إلك فممكن تصل لمرحلة حساسة شوي بتطلب منك الهدوء وشحط لبركات هيك وتأخذ نفس قبل ما أنت تتصرف أي تصرف يوصلك للمواجهة أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف على مستوى العمل الأمور فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك فيه نوع من أنواع التوتر في بعض الأوقات ممكن تعطيك بصيص للأمل أنت حركت تستفيد منها وتكسبها ولكن أهم إشي بدك تدير بالك على وضعك الصحي من التقلبات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فعلى بيت الشراكي قلنا نحن ذكرنا أن القمر موجود فيه فعشان هيك يعطيك أشياء إيجابية ولكن الأغلب رح يكون سلبي مثل ما ذكرنا أما بالنسبة للبيت الثامن فأنت بتبحث عن مخرج أو دعم مالي خلال الفترة حاول تركز بشكل جيد ممكن اليوم تلجأ لمسألة دعم أو مساعدة أو أمور الحلاقة بقرد أو يعني من هذا القبيل في منكم ممكن يهتم بأمور الحلاقة بالفواتير أو الأقصط أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعم من اتصالاتك الخارجية وأشخاص خارج البلاد بدعموك وممكن أنت تتواصل مع أشخاص أو تكثر الاتصالات لتفقد بعض الأشخاص في أشياء إيجابية بتدعمك في هذا المكان حتى على مستوى الأوراق القانونية ممكن تكون لمصلحتك أما اللي عندهم امتحان أو عندهم مقابلة خلال هذا النهار بدهم ما يعتمدوا على الحظوظ بدهم يعتمدوا على جهدهم الشخصي أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف القوة عالية جدا على مستوى العمل فعشان هيك إذا اليوم تحركت باتجاه العمل هذا بدعم من موقفك بشكل كبير وفي منكم ممكن ينجز كثير من الأعمال بمساعدة صديق أو زميل أو رئيس بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعم علاقاتك وبيخلي نوع من الدعم يجيك من خلال علاقاتك ومعارفك فحاول أنك أنت تستغلها باتصالاتك إما بالمشورة أو لطلب المساعدة أو للإطمئنان عليهم خلي في نوع من أنواع التواصل المستمر ما بينك وبين علاقاتك أما بالنسبة لبيتك 12 فهو شوي اللي بأرقك هيك وبيعملك نوع من أنواع التقلب في المزاج ولكن أنه اليوم تقدر تنجز الأعمال الضرورية والمهمة ممكن أنت يعني بنصحك تأخذ قسط كافي من الراحة خلال هذا النهار ما تعير انتباه لأي شيء ممكن أنه يزعجك أو يتعبك بالفترة هاي بالعكس حاول أنك أنت تهتم بنفسك أكثر ما تهتم بغيرك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء